كابتن أيمان أبو ضيوفك الكرام وبكل مشاهدة ومتابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء الكابتن سيد عبد الحفيز عقب نهاية اللقاء وفوز الناد الأهلي على فريق مصر مقصة بثلاثة أهداف مقابل هدف كابتن سيد بداية مهمة بداية بتفرق فوز على فريق المقصة بثلاثة أهداف أعتقد بيدخلكم بسرعة في أجواء البطولة خاصة أن السيناريو المباراة النهاردة راح وجاء أكتر من مرة الأهلي تقدم المقصة عادل لكن سيناريو اللقاء الناد الأهلي يدخل في أجواء البطولة سريعة الحمد لله طبعاً يمكن بداية الدورة زي ما أنت أقولت كده وصغرت تبقى مهمة أو أن تتبقى تحصل فيها عدد من النقاط الحمد لله طبعاً لكن في النهاية مباراة وعدة انتهت فعايزين نبص على الفترة اللي جاية عندنا مرة المحلة يوم الجمعة ثم هنسافر في نفس اليوم من الاستاذ على طول على المطار عشان بداية المشهور الأفريقي الحمد لله طبعاً يمكن الشيط الأول تعادلنا واحد واحد وبعدين الشيط الثاني من أول دقيقتين في الشيط الثاني كان فيه كسافة هجومية وشراسة هجومية وده اللي كان مطلوب من الشيط الأول الحمد لله على كل شيء النهاردة مكاسب متعددة نقدر دول بدر بنون بيثبت أقدام وفي خطة فعندر الهليم من أشرف مع ياسر برهيم مهرام ربيعة أيضاً عودة أليو ديانج محمد شريف النهاردة في مركز رأس الحربة مكاسب متعددة بجانب الثلاث نقاط طبعاً تلعب دوري والدوري يعني هتحتاج كل الناس وكل الناس هتاخد مشاركة وكل الناس هتبقى لها تواجد لكن في النفس الوقت الفيصل طبعاً في الملعب زي ما كان فيه زي ما أنت ذكرته مكاسب كويسة وعدد من اللعيبة بيشارك وكذا النهاردة كمان هنشوف ناصر مهرام بني تبقى سليمة وبسيطة إن شاء الرحمن عندنا أغاية كمان هيغب بفترة من الصغيرة يعني ممكن من شهرين ونصف لثلاثة زي ما بيبقى فيه إيجابيات أكيد بيبقى في مشوار الدوري في بعض الغيابات عشان كداماً بقول إن القايمة مهمة جداً جداً إن أنت تحضر الله كويس وتحضر بشكل كويس عدد من اللعيبة يكون قريبين جداً من بعض اللي قدر الله لما بتفقد واحد التاني بيبقى موجود بشكل أساسي ورئيسي ما بتحسش بفرها عايزين نطمن جامير بن زي ما حداك قلت على ناصر ماهر نطمن إيه الإصابة والنطمن جامير النادلالي وأجاي برضو رئيس حداك توضح حالنا لإندي بعض المواقع أو بعض الصحفين كتب إن هي أوطر أكيليس عايزين التوضيح الصحيح من حضرة كابتن النسايد ناصر دلوقتي راح نمستشفى يعني الحمد لله هي طبعاً نفس الكتف اللي تعور فيه في البطولة الأفريقية الخاصة بمنتخب الأولمبي فهنتشوف دلوقتي إن شاء الله رحمن في المستشفى رب إن شاء الله رحمن تبقى بسطة واتبقاش جامدة ولا حاجة الجوي هو عنده حاجة في الأنكل مش فيما لاش علاقة خلص بوطر أكيليس يعني مدة الغياب زي ما حداك وضحت تبقى من شهرين ونصر لثلاث شهور بإذن الله النهاردة بقى نتكلم بعال على اللقاء وكلمنا عن المكاسب المتعددة الشوت الثاني مختلف تماماً الناد الأهلي سيطرة وانسايد جيم راح أكتر من مرة ورحمة كده الناد الأهلي قدر يحرز هدفين كان فيه هدف كمان يعني درع حول شكل أنه تم الغال محمد شريف يعني مش عارف أنا حاسس أنها مش في صيد لكن ما حاسس برضو كده ولا شفتوها أنا إحساسي والله لسه مش فيتوهاش خالص يعني بس إحساس أنها في اللحظة اللي بتتباص بيبقى شريف قاطع ومدافع المقاسة بيطلع يعني لكن في النهاية الحمد لله طبعاً عن النتيجة الحمد لله على الفوز زمن أوتلاك مبارات مقاسة دائماً بتبقى صعبة معهم كابتن أهب جلال بيحفز كويس قوي التحركات والتمركز والطرير اللي هي بتبقى من تحت القدام يعني ضغطنا في أول تلات ربع دقيقة قطعنا قرى وقدرنا أن نحن نجيب ضرب الجزاء عن طريق قهرابة وعلي معلول سددها لكن في النهاية زي ما نقولت يعني دائماً المبارات اللي بتبقى فيها رايحة وجاية كده مهم أول أن تتفرق بهدفين يعني بتدي لك مسحات أكتر بتدي لك فرص أكتر بيدي لك نوع من من الارتيحة أكتر يعني قلت مقولة شهيرة جداً يعني لخصت تاريخ النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي معرفش في عن الكورة جرحكتين المكسب والفوز ودي حاجة مهمة جداً طبعاً يعني ثقافة جمهور النادي الأهلي حتى في الوطن العربي كله وأفريقيا دلوقتي كلها يعني دائماً المباراة بتعدي بتتنسي عند الجمهور بتعند الجهاز وعند اللعيبة يعني النهاردة نحن أولاد نهاردة يعني مبارح طبعاً الحمد لله أربعمين ربنا كرمنا بوطول أفريقية وكاس مصر والدوري لكن النهاردة بتاع النهاردة يعني دائماً أنا بقول اللعيبة الفرق ما بين اللعيب والتاني طريقة التفكير ممكن يبقى فيه لعيبة رايبة جداً في القدرات والمهارات وكده لكن طريقة التفكير ده غير طريقة التفكير ده طريقة التفكير ده بتوصله لأبعد نقطة من من عالم الشهرة والنجومية وطريقة التفكير التانية بتاخده لأقال شوية يعني كل ما تقدر تبعد عن المنافسة أو تبعد عن في نفس الطريق بتاعك لا ابعد لأن انت هتحتاجه ده في يوم من الأيام يعني حتى بعده كرة بتستمد نحن مستمدين أسمانة من نادي الأهلي يعني وانت بتلعب في نادي الأهلي سواء كنت العيب أو مسؤول فقوتك بتيجي من اسم ناديك يعني كابتن سيد مرحلة القادمة مرحلة صعبة عندنا مطشي المحلة ثم رحلة صفر إلى النيجر ثم مبرات الزمالي يعني لو حطتنا في صورة أكتر وقربتنا من تفاصيلات يعني كواليس وآخر ترتبات رحلة الصفر إلى النيجر يعني طبعا أنا متواصل مع السافرنا السادة سافرنا بالميك هناك وأنا عايزة طبعا أحكس حتى على حسابنا هو عدد الاستاذات هناك مش كتير فمش عايزة البروتوكول أو الرولز الموجودة في التحدي الأفريق بتقول أنه هو بيحضر لك الملعب أو بيبقى بتروح تلاقي ملعب هو اللي بيعده لك يعني لك في نفس الوقت أنا مش عايزة أقدر لأي ملعب يعني مش على المستوى المنتظر أو اللي انت عايزه يعني فعايزين نحجز حتى لو استاد هناك يعني من الاتنين استاد هناك واحدة يتلعب على اللقاء والتاني هيبقى إن شاء رحمن هنحاول أن نتمرن عليه حتى لو إحنا اللي هندفع التمنلجر ما فيش مشكلة فيها يعني المتواصلين طبعا معاه محضر لنا الراجل عدد من الأوتلات اخترنا واحد خلاص إن شاء رحمن بإذن الله هنسفر يوم الجمعة بالليل بعد مباراة غازل المحل إن شاء رحمن هنتواجه للمطار المباراة يوم 23 بتوقيت بتوقيت 23 فبراير توقيت ساعة ثلاثة بتوقيتهم هناك يعني ساعة ثلاثة المباراة طاقم تحكيم غاني إن شاء رحمن برضو يكون كويس يعني بإذن الله أخيرا عايزة أختم حضرتك الكابتر محمود الخطيب تتكلم على شكر الجهاز الفني وشكر اللعبيين ومجهودكم خلال الفترة اللي فاتت ما فيش حد زي ما قلت قبل كده ما فيش حد بيبدأ من الصفر في النادي الأهلي كلنا منكمل بعضه كلنا مقع على تواصل شديد جداً كل واحد اللي هو دوره كل واحد اللي هو اختصاصه لكن مهمة وإن إحنا نساعد بعض يعني عشان تطلع صورة في الآخر يعني تلقيه باسم النادي الأهلي الحمد لله خلاص اللي فاتت عدى وبطولة وبطولتين وتلاتة واربعة وعشرة لكن في النهاية الناس هتحسبك في اللي جاي يعني لازم نركز كويس قوي بطولة الدورة هتبقى شارسة جداً السنة دي الواحد بيتابع كل المباريات تتلعب لحد الوقت تمام المباريات كلهم يعني أقوى من بعض حتى الفرق اللي طلع سراميكا والبنك الأهلي قدت مرضود طيب جداً جداً يعني سراميكا بتلعب قدام الانتاج الحربي بشكل رائع جداً البنك الأهلي بيلعب قدام ودي داجل الشوت الثاني رائع جداً فانت هتقابل منافسة شارسة جداً السنة دي للتحاد وقوته المصري والإسماعيلي والمقاولين وإنبي وسموحة فانت ندخل على دوري عنيف جداً وشارس جداً يعني لازم نحترم كل الناس ونقدر كل الناس ونعرف كويس قوي أن احنا داخلين على بطولة مهمة جداً بالنسبة لنا وهي طبعاً بطولة مهمة لجمهير النادي الأهلي شكراً كابتن سيد ونتملك توفي في مرتك شكراً شكراً